تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التنمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التنمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التنمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التنمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية كما اغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التنمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض منصرة وحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من إحكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول طيب اللي سمع كلمة فخامة الرئيس النهاردة المقطع ده وهو كلمة على بعضها واللي يسمع كل كلمات الرئيس حول إفريقيا على مدار إحنا كانت تسعة سنين فاتوا آه تسعة سنين فاتوا هيقدر يستوعب كويس جدا إلى أي مدى مصر فهم حجم مشكلات إفريقيا كويس جدا ويقدر يفهم كويس إلى أي مدى مصر عندها يقين ثابت حقيقي لا يقبل أي شك أو تأويل بمسؤوليتها المشتركة تجاه قرتها إفريقيا وفي نفس الوقت يقدر يفهم كويس جدا حجم اللي مصر مستعدة تقدمه وتعمله لأجل أشقائها الأفرق حديث الرئيس دائما عندما يتعلق مثلا بجائحة كورونا أو عندما يتعلق مثلا فيما بعد أيام الحرب أو بدايات حتى الحرب في ما بين روسيا وأوكرانيا وحتى هذه اللحظة يعي جيدا بل يصل إلى درجات اليقين المتعلقة بإيه متعلقة بإنه ضرورة تنمية المجتمعات والاقتصادات الإفريقية مش بس مصر طيب النظر إلى الشروط بتاعة السندي أو الجهات المانحة أو الجهات الممولة من أوروبا أو في العالم بأسر اهتجاه إفريقيا عودة أو إعادة النظر فيها دي حاجة مهمة جدا يعني إحنا نبدأ نشوف الناس دي عايزة إيه ونشوف إحنا كمان محتاجين نعمل إيه كلنا كأفرقى مش بس مصر ونبدأ نوفق هذه الأوضاع علشان نقدر نوصل للسيناريو بتاعه إنه يحصل ضخ وحزم تمويلية أو استثمارية في القرارة